التبني ده مهم جدا بالنسبة لينا كمؤمنين كمسيحيين التبني عبارة عن ايه انا انسان كنت عايش في الخطيئة انا اسمي ايميل بوترس بوتر اللاست نيم في الباسبور بتاعي بوتر انا كانسان خاطي واي انسان خاطي من اللي بيسمعوا البرنامج النهاردة لسه في الخطيئة اللاست نيم بتاعه ابليس لان الرب يسوع قال في يحنى اصحاح تمانية عدد اربعة واربعين انتم من اب وهو ابليس وشهوات ابيكم كنتم تريدون ان تفعلوا يعني احنا ابونا الكبير ابليس فالانسان اللي ماشي وراء ابليس ساير وراء ابليس طبعا بيتبع ابليس في عينة ابليس حتى لو ما كانش يعرف هذا الشيء حتى لو ما كانش يعرف هذا الشيء لانه يتبع ابليس يتبع شهوات ابليس لما بنيجي للرب يسوع والانسان بيعترف وبقول اللهم ارحمني انا الخاطي ودم المسيح بيطهرني انا بتنقل اوتوماتيكيا بتنقل من عيلة ابليس الى عيلة الرب يسوع المسيح الى عيلة الله فيصبح الله ابي طبعا احنا كمسيحيين سواء خطاط او مش خطاط لما بنصل الصلاة الربانية بنقول ابانا الذي طب ازاي يكون الله ابونا وفي نفس الوقت ابليس هو ابونا لا لازم يكون في واحد بس هو ابي اختار اما بين ابليس او بين الله الاب فانا لما بعترف لي الرب يسوع البسيح بخطاياي وبيرحمني ويغسلني بدمه الكريم انا بتنقل الى عائلة ابي اصبح انا ابن الكتاب المقدس بيديني لقب ابن وبيسميها الكتاب المقدس البنوية اشتركوا في القناة